طيب دايماً قبل الامتحانات بيبقى معروف انه بيكون فيه شد فيه توتر سواء من الطالب او من اولياء الامور طبيعي آه طيب هل فيه توتر مقبول؟ هل فيه درجات مثلاً في التوتر؟ فالطالب مثلاً بيقلى لانه طبيعي داخل على امتحان السنوات العامة بيحدد مستقبله بيرسم ملامح مستقبله وعايز كلية معينة مثلاً فلازم يحصل درجات معينة هل في توتر مقبول؟ وإزاي الطلاب يتخلصوا من التوتر سواء كانوا الطلاب أو حتى أولياء الأمور؟ شوف أستاذ شازلي أستاذ أميننا الألأ زي الملح أما يزيد عن حده ينقلب ضده لابد يبقى في الألأ والألأ ده مشروع والألأ عندنا جميع عند الأباء وعند الأمهات أكثر من الطرفة وعند المدرسين أيضا باعتبرهم اللي هم اللي يقوموا بعملية تعليمية طب خلينا عشان نزيل التوتر ده نقول لهم إيه قواعد وضع أسئلة امتحان السنوية العامة والأسئلة بتجي منين وشكلها إيه وده هدفهم نمرة واحد من قواعد وضع أسئلة السنوية العامة إنها تكون من الكتاب المقارع الموضوعات المقررة نمرة اتنين موزعة بالتساوي على جميع أبواب ست فصولي بقى فيه ست أسئلة تمن فصول تمن أسئلة موزعة بقى تركز على جانب وتطرق جانب آخر المرة ثلاثة يبقى فيه جانب نظري وجانب تطبيقي الجانب التطبيقي دركته ده في درجة النظري يعني ما يحفظ معادلة أو يحفظ نظرية أو يحفظ قاعدة غير ما إنه يطبق القاعدة والنظرية والمعادلة المرة أربعة بقى ودي بقى المشكلة إن أنا بحط سؤال بنسبة 15% الأسئلة اللي فاتت دي كلها للتحصيل للتحصيل للفهم والحفظ لكن الأسئلة بقى السؤال الوحيد المركب اللي فيه 15% اللي فيه معلومات قديمة ومعلومات جديدة اللي بيحتاج لأكتر التفكير شوية ده السؤال اللي بيقف عنده الطلاب هي القاعدة إيه؟ الطلبة بيجاوبوا بس هم عاوزين يقفلوا مش ممكن يقفلوا زي ما حضرتك قلت لأن قدراتهم غير متساوية ولأن إمكاناتهم غير متساوية طيب الأسئلة بتيجي منين؟ بتيجي من الكتاب المرأسي بنحط أسئلة موضوعية وسؤال ما قال أسئلة موضوعية جملة نقصة كلمة أو نقصة عبارة أو نقصة مفهوم أو نقصة حاجة بيكملها من أربع بداية الألف بها جيم دال بس يحدوا لهم أن الطالبة ما بيجيلوا النموذج الأسئلة عليه رقم ألف أو بها أو جيم أو دال يكتبوا في ورقة الإجابة كل يوم مش هو نفس النموذج يعني ممكن يجيلوا نموذج بها مرة ونموذج ألف مرة نموذج جيم ليه بعد لو ما كتبتش نقصة من نموذج أو كتبوا غلط حيصاح غلط هياخد سفر فلازم يحط نقصة من نموذج اللي موجود في السؤال ولات الأسئلة في البابلشيط ترجمة نانسي قنقر